اشتركوا في القناة بعد ما صمم المشركون على اغتيال النبي صار اتفاق بين القبائل انه حتى يضيع دم النبي كل القبائل تشترك في تصفيته شلون قالوا نجيله للبيت في مكانه وندخل عليه وكل حتى بعد دمه يضيع بين القبائل هاشم ما تقدر تواجه كل القبائل قالوا هذه خوش فكرة نزل الامين جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يأمره بالخروج وطبعا هاي المحاولات متى صارت كلها بعد رحيل عمه ابي طالب مع وجود ابو طالب ما حد كان يجرأ لانه كان صمام الامان المحامي والكفيل لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما انتقل من هذه الدار ابو طالب وابو طالب على فكرة في رواية من الروايات انه في ستة وعشرين رجب يعني في هذا الشهر ذكرى رحيل ابي طالب في روايتين رواية في ستة وعشرين رجب ورواية في سبعة شهر رمضان سابع من شهر رمضان ولا بأس ان تحيا هاتين المناسبتين لان لأبي طالب واقعا حق علينا بل على كل المسلمين اذ لو لا ابو طالب نعم ده قتل النبي ولم يصل لنا نور الاسلام ولذلك يقول ابن ابي الحديد المعتزلي فلولا ابو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقام فهذا بمكة آوى وحامى وهذا بيثرب جس الحمامى بلا شك ولا ريب مكانة ابو طالب ودفاعه واضح فلذلك ورد ونزل جبرئيل عليه السلام يأمره بالخروج اخرج من مكة فإن القوم صمموا على اقتيالك ثم أمره بأن ينادي أمير المؤمنين ويجلسه في مكانه يجعله أن يبيت في فراشه نادى أمير المؤمنين وأخبره بالخطة خطة القوم تدرون أمير المؤمنين افداء لرسول الله هو اللي كان يقدم نفسه أمام رسول الله كما وردت في الروايات واضع أمير المؤمنين روحه على كفة من أجل أن يحافظ على الرسول ويحافظ على الإسلام وما قام الإسلام وما استقام إلا بشيئين بسيف علي بن أبي طالب وبأموال خديجة بنت خويلد نعم فقال يا رسول الله أَوَ تَسْلَمْ قال بلى قال نفسي لنفسك الوقى وروحي لروحك الفدى يا رسول الله ماكو أي تسليم كامل في حين هناك ابتلاء صار في السماء تشير الروايات أن الله عز وجل أخبر بعض الملائكة أيكما يفدي صاحبه بنفسه ما صار هذا الإثار قال هل لا كنتما مثل علي بن أبي طالب فذا نفسه من رسول الله اهبطا وحمياه من الأعداء فقال وهم عند رأس أمير المؤمنين بخن بخن من مثلك يباهي الله به الملائكة من مثلك وفعلا نام ورقدت مثلوج الفؤاد كما يشير حج هاشم الكعبي في قصيدته العصماء مثلوج الفؤاد مسلم لأمر الله عند الصباح الباكر عند الفجر هجم القوم أماط اللحاف وإذا بأمير المؤمنين كالأسد يجلس في وجوههم فقالوا له أين محمد اللهم سل على محمد وآل محمد فقال لهم جعلتوني عليه حارسا خرج النبي وهو يقرأ الآيات المباركات وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ أُخَرَجْ وَهَاجَرْ الْهِجْرَةِ وَبَاتَ أَمِيرٌ مُؤْمِنِينَ في مكان رسول الله ولذلك الصاحب بن عباد أعلى الله مقامه صاحب بن عباد من الأدباء اللي قاله الشعر في أمير المؤمنين صاحب بن عباد حقيقة شخصية مرموقة صاحب بن عباد له أشعار جليلة في مدح أمير الموم ومن جملة القصائد الرائعة في مدح أمير المؤمنين هذه القصيدة العصماء طويلة أذكر منها للتبرك في هذه الحسينية المباركة قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب فقلت أحمد خير السادة الرسلي قالت فمن بعده تصف الولاء له فقلت ذاك الذي أربى على زحلي قالت فمن بات من فوق الفراش فدا فقلت سابق أهل السبق في الوهلي قالت أكل الذي قد قلت في رجل قال كل الذي قد قلت في رجلي قالت فمن هو ذاك الفرد سمه لنا فقلت ذاك أمير المؤمنين علي